أستاذ السهام بتقول يا مولانا أنا سعاد بدعي على أولادي لما بيزعلوني بس ما بيكونش أصدى فعلا الدعاء هل فيه وز بسم الله الرحمن الرحيم بص يا أستاذ السهام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في الحديث الصحيح فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ليه بقى نفهم إيه من حديث سيدنا النبي لربما تكون السماء يعني مفتاحة للأبواب وهي مفتاحة على طول الفو لكن يعني أن تكون الساعة ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى مش إحنا مش ما بيأصل لهش عمر خلي بالك يعني لما ربنا تقول لي ربنا يغدك ربنا مثلا إيه قدر الله أتى ربما هذه الدعوة تأتي مع قدر الله يعني ربنا مقدر له في اليوم ده نموت فيقيت له في اليوم ده ربنا يغدك فمات مش معنى ذلك أنه هو أنه دعائك يعني هو اللي لا وإنما وإنما وافق الدعاء يعني دعاك عليه مع مراد الله أو مع قدر الله سبحانه وتعالى فكانت إيه المصيبة والطامة وبالتالي نهنى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء على أولادنا طب يا مولانا أعمل إيه بلما أدعو عليهم أدعو لهم بالهداية واسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهديهم واشرح صدرهم عملا بقول سيدنا إبراهيم لأبيه كما ورد في القرآن الكريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية